طيب، هل حكم الدين على المخدرات أو على من يتناول المخدرات زي الخمر كده؟ بأنها بتذهب العقل؟ نعم، نحن نقول أن كل ما يثبت أنه ضر بالإنسان هذا المخلوق المكرم حرمت ومنعت منه الشريعة الغراء ومنعت المكلفين أنهما يقدموا على ما فيه الضرار بنفسهم أو بغيرهم ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا ضرر ولا ضرار يعني الإنسان لا يضر نفسه ولا يجوز له أنه يضر الآخرين لا يجوز أنه يعتدي على نفسه بما يتلفها أو يهلكها أو يعطل أو يقلل كفاءة الحواس وسلامتها ولا أنه يعتدي على الآخرين ولا أنه يضر بيهم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هذا المعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك يبال إنسان ما فيه هلكة، ما فيه ضرر، ما فيه أزى لنفسه أو للآخرين لا يجوز أنه يقدم عليه ولا يجوز أنه يتجرأ على هذه النفس اللي هي نفسه أو نفس الآخرين اللي ربنا سبحانه وتعالى كفى لها العصمة والحفظ ومنع أي اعتداء حماها من أي اعتداء ممكن أنه يقع عليه ترجمة نانسي قنقر